تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 811 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 127 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 651 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 32 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية من بينها 237 قضية خبز ناقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمواصفات شكرا للمواصفات شكرا